التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكنغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتصق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي حيث استعرض الجانبين أهم مجالات التعاون وأكد الرغبة المشتركة في توسيعها إلى أفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تترق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة والعمال على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتصق مع تطلعات الشعوب الأفريقية وصل الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلعة وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي وفقا لمخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية وأوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق وخلال الاجتماع تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع وشدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحرى لكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين بعيدا عن أي ممارسات أخرى أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ديار شوان أن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ عفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا وأضاف أن هذا من شأنه تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يوميا كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزلين وسط مدينة رفح الليلة الماضية وفي الساعة الأخيرة وصل إلى مستشفيات القطاع 196 شهيدا ونحو 500 مصاب من مناطق عدة ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18 ألفا وستمائة شهيد ونحو 50 ألفا وستمائة مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية تجدد الاشتباكات في المدينة حيث سمع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية وأوضحت المصادر أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال أصفرت عن شهيدين وإصابة آخرين كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه عدد من المنازل في الحي الشرقي لجنين يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن سوليفن ينتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوك لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة وتأتي الزيارة وسط توطرات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية حيث حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة صوت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابن هانتر التجارية وقال مجلس النواب أن الوقت قطحان لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي بشأن أنشطة هانتر بايدن مشيرا إلى أن بايدن والبيت الأبيض يحاول من تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها وقال أنه بدلا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين فإن أولوية الجمهوريين هي مهاجمة الرئيس بتلك الأكاذيب ترجمة نانسي قنقر